وسع لها الميدان يا قصر الفراح وقبل ذكرى لساني وقفوا يا الصفيوف أوقفوا حسب عرف الناس واسلوا مهام لجلي سارة حفيدة مكري من الضيوف حشوها في الصياني تندي شحومها شب والعودة لجليها كان هنوب لجلي سارة شب والعودة لجليها كان هنوب واحتفوا بالقصايد لحظة تقومها لجلي سارة حفيدة مكري من الضيوف حشوها في الصياني تندي شحومها قبل ذكرى لساني وقفوا يا صفوف وقفوا حسب عرف الناس واسلوا مهام وقفوا حسب عرف الناس واسلوا مهام سارة حفيدة مكري من الضيوف حفيدة مكري من الضيوف حفيدة مكري من الضيوف يا صدود يدمضب جومتهم كم يجرونها يضوهما الشيخة مطقبها الطيب معروف لا حيالي اشتروف لا يعيدونها حين دفعنا بساميهم بوجه الضيوب رجلي يدري حضور العرس من قومها رجلي يدري حضور العرس من قومها شوشو حبال عمايم معرضوها السيوم ليلة مليا للعيد في يومها ليلة مليا للعيد في يومها شفوا العودة لدري لجليها كالهموم واحتفوا بالقصاين ضحظة جبومها لجلي سارا حفيدة مكرمينا الطيوب حشوها فاصياني تندي أشهومها قبل ذكرى لسامي وقفوا يا صبوم وقفوا حاسب عرف الناس واسلومها وقفوا حاسب عرف الناس واسلومها وقفوا حاسب عرف ومرعون الفقارات ضعوب حافظ حقوقها لجلي يهمومها واسمع عبد الله يذهبها في واجهوم عزمي القوشي قوم صاحة جلقومها ومن تعز صاحبها بكل الظروف والعيدة ما اعتباد ويهدني نومها والعيدة ما اعتباد ويهدني نومها عندي فهد ليا حقراتي كبارة صدوم يذكر بزومة العفان ويقومها سمي بعادرة الحشي وعوبة القروب تاهل نشرب الحدين بتسومها قاري اخواني سارم يمر ويطوم واصل الذكرها للناس وعلومها واصل الذكرها للناس وعلومها عمد وحاكمتها ذب المراجل وصول ضروبهم باسم المراجل كم يجرونها يقوله مشيخ مطلق بها طيب معروف لا زيال الدروب لا يعيدونها من سفعنا مسامها وفوشهم ضيوب رجل يدني حضور العرس من قومها سوسحوا بالعبايم وعربوا بالسيوب ليلة مليالي العيد في يومها ليلة مليالي العيد في يومها ليلة مليالي العيد في يومها ترجمة نانسي قنقر شكرا